اشتركوا في القناة جرى خلال جلسة مجلس النواب التاسعة عشرة توجيه مجموعة من الاسئلة لسعادة وزيرة الصحة حول عدد المستشفيات الخاصة التي تم الموافقة عليها لمزاولة العمل في مملكة البحرين كما تم توجيه عدد من الاسئلة لسعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني جاء من ابرز هذه الاسئلة نسبة وقيمة الفوائد التي يتحملها ويدفعها بنك الاسكان الى البنوك والمؤسسات الاخرى بالاضافة الى توجيه سؤال حول قيام الوزارات بتنفيذ وحدات اسكانية خاصة لفئة ذوي العزيمة في كل مشروع اسكاني بعدها انتقل المجلس الى المقترحات بقانون حيث تم طرح عدد من المقترحات التي تصب في صالح الشأن العام والتي كان من ابرز هذه المقترحات مقترح بقانون بشأن التعمين ضد تعطل ويتضمن المقترح ارجاع المبالغ الممولة لبرنامج التقاعد الاختياري الى صندوق التعمين ضد تعطل خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون طبعا المقترح بقانون اليوم عن المبلغ اللي تم اخذه من هيئة التامينات الاجتماعية يعني من الحكومة مبلغ 230 مليون دينار تم اخذه لدعم التقاعد الاختياري يعني دعم اللي طلعه تقاعد وعطيه بشكل الى هيئة التامين الاجتماعية وهي هو يعني جوهر الاقتراح والحكومة طبعا نيتها ايضا مع استرداد المبلغ واحنا بس نذكرها انه هذا المبلغ لازم يرجع نقش مجلس اليوم العمل على تقنين المبلغ المستقطع من صندوق التعطل كتمويل التقاعد الاختياري وايضا دعم مواجهة كورونا ومؤخرا كان صندوق العمل تمكين كدين حكومي لصالح الصندوق التعطل الهدف من هذا التعديل وقف المزيد من الاستقطاعات والمحافظة على استدامة الصندوق لصالح ما اسس له وهو دعم العاطلين عن العمل وبرامج التعطل كما انتقلت وقائع مناقشات الجلسة الى الاقتراحات برقبة حيث نقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تخفيض الرسوم البلدية المقررة على بعض الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الاسرة البحرينية تم مناقشات اليوم الاقتراح برقبة بتخفيض الرسوم البلدية على مفهوم الاسرة البحرينية ولا يخفى عليكم ان هذه الاقتراح يهدف فئة اللي حاليا ما تستحق ولا ما يتحصل على تخفيض الرسوم الا وهي متعددة سبع ولا خمس فئات من هذه ونشكر صراحة وزارات البلديات على تعاونها في تقبل هذا المقترح وقبولها بموافقات المقترح اللي راح يهدف الفئات اللي هي لا تندرج حاليا من ضمن الفئات المستحقة في تحت قانون بلديات وانتمنى تطبيقها في القريب العاجل اللي راح يهدف ويخدم فئة كبيرة من هذه الفئات هما تقريبا ست فئات الى ذلك استمرت الجلسة لمناقشة بند ما يستجد من اعمال والذي تضمن عدة مقترحات مهمة من ابرزها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الشركات والمصانع المحلية المهددة بالافلاس حماية للاقتصاد الوطني بالاضافة للاقتراح برغبة بشأن ضمان مجانية وواقف السيارات للمرضى من المواطنين في مجمع السلمانية الطبي وكافة المستشفيات والمراكز الصحية وقرر المجلس الموافقة على المقترحات ورفعها الى الحكومة جملة من المقترحات بقانون نقشت خلال جلسة مجلس النواب تصب في تحقيق المزيد من تطلعات واحتياجات المواطنين وبما يصهم في الدفع بعجلة النمو والتطوير ويواكب التطلعات لحاضر ومستقبل أفضل للجميع خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين